ريج البندري هنا طلعت الفيديو تقول سألها المقدم قال لها شلون نجيب واحد شلون نسوي جلب الحبيب تقدرين قلت لأجيبة وأجيب أبو وأجيب الخلفة وحتى عشيرته يعني ببيش يعني بالسحر خلشوا في الفيديو أنا ياكم اسمع وإذا ما إجا للطريق يا حبيب قلبي كيف نجيبوه؟ تعال عند الدكتورة ريج البندري أجيب الكيا وأجيب الخلفة والجابة والحطة وإذا أعطيت عشيرته إياها ما عندي معنى كمان بس بالدوم العلاقة يعني أنا فيت على علاقة أنا بالأساس مبلشها بطريقة حرام صح لا إذا أنت علاقتك فيها حلوة وتريد تزوجها لا 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 أكفي 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 أهلاقة حلوة أنا اليوم وحدة أمخيل عليها عاجبتني تمام؟ هي مو بالها ولا تريدني وأني أجي عليك أقول لت سويلي سحر حياتي السحر العجيب لجلب الحبيب لجلب الحبيب الحليب المهم أقول لت أنا أريد ألهاية وأطيكي فلوس وأتتروحين تجيبي ليها هذا شي سموا أنا إذا أجيب شخص غصباً علي مو بإرادة زين نجي لنقطة ثانية يا أريج إذا تسمعيني وإذا تشوفيني وإذا يوصلت الموضوع أنا أتحدّاش أنا شوف دول جمعة السعر أنا أنا أتحدّاش إذا إذا تقدرين تجيبين دليل واحد على أنه أنت مسوي هذا الموضوع وجايبة جلب الحبيب مدر جلب الحليب تمام؟ زين هاي نقطة نجي للنقطة الثانية خلي نشوف آنوا ياكم المتخصصين بعلوم الدين المتخصصين بالقرآن شي يقولون؟ طين الفيديو اللي وراه اسمعوا هذا رجل الدين شي يقول اسمعوا السحرة؟ لا السحرة لا يعلمون الغيب والمنجمون لا يعلمون الغيب يقول كيف السحرة يعلمون الغيب والله لا يعلم غيب إلا الله لا أحد يعلم الغيب إلا الله صح الله جل وعليه يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله هذا نص عام والله سبحانه يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحده حلو زين أنا من خلال رجل الدين هذا أنا أسأل أريج البندري سؤال وإذا تجاوبني عليه وقلت لها تحداش هي تعلم أنه الله شرح يرزقها باتر تقدر؟ تقدر تعلم هذا؟ هاي نقطة زين خلونا نترك ونروح إلى متخصص في تفسير القرآن أعبر لللي وراه اسمعوا طبعا هذا الرجل الأستاذ هذا متخصص في تفسير آيات القرآن اسمع هنا شي يقول خلوا تسمع أريج البندري اسمع كل الناس يقولوا أنه الجن تلبسني الجن دخل فيني فلان دخلوا جني طيب يعني أليس عندنا عقل أو عندنا زرة من المنطق أشد أعداء الجن بالنسبة للإنسان هو إبليس إنه لكم عدو مبين عدو ظاهر عدو ظاهر العداوي إذا يفترض الجن قادر يتلبسني فيفترض أن هذا الإبليس يتلبسني قبل ما يجي الجن عادي يتلبسني وهذا عدوي المبين زين أغف أغف لي أغف لي أغف لي زين سؤال الأريج ولكل اللي يشوفوا الحلقة هو الجن مو من نار وإحنا من طين زين شون النار يطب الطين يعني بالعقل حسنا ما يحتاج لها علماء وتفسير ودنيا شون يتلبسه شون يطبي زين هل كل من اليوم كل من عرف لي معلومتين عن السحر صار ساحر وشنو الدليل أريد دليل واحد على أنه أكو ساحر حقيقي ويقدر يسحر شنو الدليل طبعا أنا ما يحتاج أطيكم آيات وتفسير من القرآن رح يطلع لي واحد رح يقول لي السحر موجود والحسد موجود والعين موجودة رح أقول لك كان لو أنه الحسد وهذا ضرب العين هاي الكلاوات يسوها بالفيديوهات ها شوفوا شون يباوه على القلوب طق القلوب خلي ولن هذا ضربوا بمصيادة بلا الكلاوات المهم لو أنه موضوع العين والحسد يعني تضرب عين يقول لك والله أنا انضربت عين لا حبيبي كان كل جامخانات المحلات الذهب تفلشت صح كان كل رجال الأعمال تمرضوا كان كل من راكوا بسيارة حديثة تفلش واحترقوا ببكانة هاد عني كلاوات وإحنا شنشوف بالسوشال ميديا نصدق فأنا من هذه الحلقة أتحدى أريج البندري أنه تطلع ويانا هنانا وتثبت لنا أنه هي تعرف تسوي سحر ترجمة نانسي قنقر